في بلد كليمن الخبر ليس معلومة فحسب بل قيمة إنسانية أيضا أو هكذا بدى الأمر لبلقيس التي ذهبت حيث الإنسان فعادت لتحمل إليه بعض الخبر حيث الإنسان كان شعارها الأول فالإنسان أولا وأخيرا غايتها الكبيرة في برنامج يعجز مفهوم شعار بلقيس حيث الإنسان ويهدف البرنامج إلى تصريط الضوء على قضايا وحالات إنسانية تشكل جزءا من معاناة اليمنيين يكشف حجمها وتأثيرها ويلفت الانتباه لها بطرق جديدة حيث الإنسان برنامج مسابقاتي خيري يعرض طوال شهر رمضان يستعرض في كل حلقة قضية ويسهم في البحث عن حلول لها عبر تقديم معالجات مادية تنقل الصورة الكلية للمشكلة وأسبابها وحجم انتشارها في البلاد الفكرة أننا نحتاج برنامج يسوق فكرة إنسانية مهمة وعميقة تترك أثر في الناس حتى المشاريع التي تم تنفيذها على أهميتها هي الفكرة التي وراء هذه المشاريع هي أكثر تأثيرا من المشروع ذاته مع أهمية المشاريع التي تمت المشاريع غيرت في حياة الناس لأن المأساة أصبحت تجتم على كامل مساحة الجغرافية اليمنية فقد حاول برنامج حيث الإنسان الوصول إلى أبعد نقطة يمكن الوصول إليها من الأزارق آخر نقطة منسية من محافظة الضالع إلى هامش مدينة مأرب حيث لا يجد الكثير من النازحين أماكن تأويهم إلى أسرة شردتها الحرب وأفقدتها مصدر رزقها قصص تبدأ ولا تنتهي حملناها معنا وبدعم من مؤسسة توكل كرمان الدولية محاولة لمساعدتهم لتجاوز الحالة القائمة برنامج حيث الإنسان هو برنامج تدعمه مؤسسة توكل كرمان يهدف هذا البرنامج إلى تقديم العون الإنساني ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية في اليمن استهدفنا في إطار هذا المشروع عشر محافظات يمنية نفذنا في إطار هذا البرنامج ثلاثين مشروع ومبادرة وقمنا بتمويلها تمويلا كاملا تنوعت هذه الأنشطة من إعادة تأهيل لبعض الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى دعمنا للمشاريع الصغيرة أيضا قمنا بمواجهة بعض احتياجات النازحين في المخيمات بالإضافة إلى أنشطة ومبادرات مجتمعية أخرى متنوعة بالرغم ما يقدمه البرنامج وتقدمه المنظمات في اليمن إلا أن الحالة الإنسانية لا تزال بحاجة إلى الكثير من الجهد والتعاون وأهم ما يهدف إليه البرنامج هو لفت نظر العالم إلى ما يمكن فعله في هذه الجغرافية التي تشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم ترجمة نانسي قنقر